هل هنا ممكن العمل يكون مش إجازة بس يكون يعني كتصريح أنه هو مثلا يحافظ على عمله فلا يذهب لصلاة الجماعة ويصلي منفردا في المكان العمل أو في المنزل أو في غير ذلك سبتنا الأصل الأول وهو أن صلاة الجماعة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة على قول جمهور أهل العلم فمن صلى وحده الصلاة فلا حرج عليه ومن حرص على الجماعة فثوابه أعظم وثوابه أفضل هذه نقطة النقطة الثانية مسألة الإنسان الذي يكون في عمله معلوم أن لكل صلاة وقتا معلوما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا فمن بداية الوقت إلى مجيء الوقت الآخر هذا وقت الصلاة فإن أخر البعض صلاته حتى يدرك مع جماعة أو مع بعض زملائه أو رفقائه في العمل كي يدركوا الصلاة جماعة فهذا شيء حسن فمن لم يستطع وصلها وحده صلاته صحيحة ولا حرج عليه وهذا يعني له علاقة بساعة الوقت ضيق الوقت ظروف العمل طبيعة العمل نوعية العمل يعني هناك أعمال يعني يصعب فيها الترك للوقت يعني مثلا إنسان يراقب إنسان في حجرة عمليات إنسان يراعي مريضا إنسان في على نقطة حراسة أشياء كثيرة نوعية العمل طبيعة العمل هي التي تحدد الظرف المهم أنه يصلي في الوقت يصلي في الوقت يصلي في الوقت سواء في أول الوقت أو في آخر الوقت يصلي وصلاته صحيحة وإن كان الثواب في أول الوقت هو الأفضل والأعظم أجرا عند الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الأعمال أفضل فقال الصلاة على وقتها نعم يكون هنا أن يلحق بالوقت لكن الظروف هنا تختلف في صلاة الجماعة أو غير ذلك نعم نعم أذهب لي ترجمة نانسي قنقر